في هذا الفيديو سنرى كيف تتحصل على أول بطاقة ريدوت باي مجانا وكيف تشحنها من منصة تداول بنوص تابع الفيديو الأخير لأنه سوف يفيدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواني في قناة رستيليكم وكما شفنا في المقدمة سنرى خطوة بخطوة كيف تتحصل على بطاقة ريدوت باي الافتراضية مجانا لتخليك تشري من ألي إكسبرس ولا تخلص إعلانات المواقع تواصل إستماعي أول شيء الذي يجب أن تقوم به هو أن تقوم بتحميل التطبيق من App Store أو Play Store أو مباشرة تسكني هذا QR Code وبعد ذلك تدخل للتطبيق دع ألو أو موافق على الإشعارات دع ناكست زيد ناكست واحدة أخرى وضغط على Login أو تسجيل ستخرج لك هذه النافذة لكي تدخل تسجيل الدخول ستضغط على Create Account دع رقم هاتفك في الخانة الأولى وفي الخانة الثانية دع المدبس لحسابك Redot Pay بعدها دع رمز G5WTF في الخانة الثالثة ودير موافق على السياسات والشروط وضغط على Next بعدها اضغط على Get Code باش توصلك رسالة تأكيد دني هذي البوزل باش يتأكدوا بل انت ماشي بوت بعدها قم أخي المواطن بنسخ الرسالة لوصلتك إلى رقم هاتفك ودير الكود في الخانة الأولى وضغط على تسجيل ونبروك عليك حساب Redot Pay زائد 5$ ويمكن أن تشاهد الفيديو كامل من هنا الحاجة الثانية اللي لازم تعرفها أخي المواطن هي أنه كدر أبوني القناة وتفعل زر الجرس رح يوصلك كل جديد حول تخفيضات اللي رح تقوم بها Redot Pay وبالنسبة لبطاقة Redot Pay الافتراضية تطبيق Redot Pay رح دير تخفيض هذا المرة بمناسبة شهر رمضان لكل الدول العربية في عوض ما تخلص 10$ باش تحصل على البطاقة الافتراضية رح تدفع 4$ فقط وبما أنه استعملنا الكود السابق اللي رح يعطينا 5$ كهدي التسجيل يعني البطاقة رح تكون مجانية وتزيد تربح 1$ ولون مفيد الآن رح نشحن بعض دولارات في حسابنا Redot Pay باش نطلبوا البطاقة لأنه 5$ سابقة اللي تحصلنا لها تصلح لكل شيء إلا طلب البطاقة وهنا عندك طريقتين الطريقة الأولى هي تشوفك شوحد يشحن لك رسيد Redot Pay مباشرة والطريقة الثانية تكون عن طريق Binance وكيد تخلي تطبيق Redot Pay اضغط على Deposit رح يطلب مننا العملة اللي أنا حبي نشحنها في حسابنا Redot Pay ويعطينا العديد من الاختيارات احنا رح نختاره USDT بعدها نختاره النتورك اللي حنستعملها في عملية الشهن احنا رح نختاره TRC20 قم بنسخ الكود اللي خرجلك في الأسفل بعدها قم بتحميل تطبيق Binance وسجل فيه وهذا الفيديو يشرح لك طريقة تسجيل في منصة Binance بعدما تدخل للتطبيق ادخل الوالت ولا المحفظة خير نوع المحفظة الليك حاط فيها رسيدك واضغط على إرسال أموال ولا Withdraw بعدها قم باختيار اسم العملية الرقمية الليك حاب ترسلها إلى حسابك Redot Pay في حالتنا رح نشحنه USDT بعدها نختاره إرسال عبر المحفظة ولا منصة رقمية والآن وصلنا لأهم مرحلة الآن قموا بإضافة الكود اللي انسخناه من Redot Pay باش يتم الإرسال بصفة سليمة نضغطه على الخانة الأولى بعدها نضغطه على Add New Address رح تخرجنا هذا النفذة تأكد أنه رح قدير نفس العملية اللي هي USDT في الخانة الثانية نضع الكود اللي انسخناه من Redot Pay في الخانة الثالثة رح نختاره نفس البروتوكول ولا طريقة الإرسال اللي اختارناها في Redot Pay بعدها اسم التطبيق اللي احنا بحثوله نقوموا بنسخ الكود بعدها نختاره نفس الطريقة الإرسال كما اختارناها في Redot Pay واللي هي TRC20 بعدها نختاره اسم المحفظة ولا المنصة اللي احنا بحثولها نهطه للأسفل ونختاره Other واضغط على Confirm بعدها قم بكتابة Redot Pay في خانة Platform Name وكي تكمل اضغط على Save رح يطلب مننا التأكيد ورح يرسلونا SMS de Verification بعدها رح يدينا تطبيق بنص للخطوة اللي قبل والآن تضغط على الخانة ولا رح تشوف أنه اضافنا الكود للعنوان اللي انسخناه من Redot Pay قم باختيار هذا الكود وبعدها في خانة Network قم باختيار TRC20 وفي الأخير نقوم باختيار المبلغ لنا حاب نرسله لتطبيق Redot Pay وهناك هنا ملاحظة إذا قمت بإرسال مثلا 10 دولار رح توصل لتطبيق Redot Pay 9 دولار وهذا معناه كي قمنا باختيار TRC20 كل عملية إرسال يقطعوا منها 1 دولار وعليه حنا رح نرسله 11 دولار باش توصل 10 دولار تضغط على إرسال ولا Withdraw رح يطلب مننا التأكيد اضغط على Confirm وبطبيعة الحال رح يرسلونا رسالة التأكيد وما عليك غير تنسخ الكود اللي وصلك ونبروك عليك الآن وبعد ما شحنا رسيدنا Redot Pay نجو لأهم نقطة وهي طلب البطاقة كي تدخل في Card اختار البطاقة الافتراضية وهنا رح تصيب 4 دولار عوض 10 دولار وضغط على طلب البطاقة ونبروك عليك بطاقة Redot Pay واذا حبي تعرف كيف تشري من AliExpress بواسطة هذا البطاقة هذا الفيديو لك وهكا نكون وصلنا لأخر الفيديو إلى استفدت ما تنساش تدعم القناة والاشتراك